تحية طيبة مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقة جديدة من برنامج أطاريح وفي حلقتنا لهذا اليوم الباحث علي ياس مرحبا مرحبا بك ساذي يوسف تحياتي لحضرتك وللكادر ولمشاهدك الكرام حبيب استاذ علي تحدثنا عن سبب دخولك للدراسات العليا لكن بعد أن نشاهد هذا التقرير مشاهدين الكرام نشاهد هذا التقرير وبعدها لنا عودة الشعر جزء لا يتجزأ من الهوية العربية وانطلاقا من أهميته اختارت الباحثة علياء علوي أنوانا لأطروحتها الموسومة أثر الشعر الجاهلي في بناء معجمات الألفاظ حتى نهاية القرن الرابع للهجرة والتي جرت مناقشتها في جامعة وسطة كليات التربية للعلوم الإنسانية قسم اللغة العربية دائما نركز على دراسة الأرث سواء كان شعرا أم قرآنا أم موروثا دغويا عربيا نجد أن كثير من الطلبة يهتمون بالشعر في دراستهم للماجستير والدكتورا استطاعت الطالبة أن تضع خطة مناسبة لدراسة هذا العنوان الكبير وحقيقة وفقت كثيرا في خفايا هذا الموضوع اخترنا هذا الموضوع وهو بكر لم يدرس في جامعة أخرى لا في ماجستير ولا في دكتورا واقتصرنا على معجمات الألفاظ لسعة الموضوع الطالبة كانت مجدوم اجتهدة اعتمدت على مصادر كثيرة طبعا كانت مصادر لغوية أو صوتية صوتية أو صرفية أو نحوية وكذلك الكتب الدلالية اختيار الموضوع كان من المشرف طبعا اقتراح من المشرف دكتور جباره ليل وقت زبي طبعا كان موضوع كلش فخم واجهت بي صعوبات كلش كثيرة أما بالنسبة للمصادر كثير من مصادر ألكترونية مصادر من ورقية أما الآن موجود مواقع الأنترنيت سهلت علينا كثير من هذه الأمور توصلت لهذه الأطروحة أن الشعر الجاهلي طبعا إلى الدور الأكبر في بناء المعجمات الغوية طبعا الألفاظ فهو الدعامة الأساسية أو البناء الأساسي في بنائها الدراسة أوضحت الكشف عن دوافع توظيف أصحاب معجمات الألفاظ القديمة للشعر ومحاولة استقصاء أشكال تأثيره وجدنا الطالبة تدافع عن رسالتها وأيضا بذلت جهدا طيبا لإخراج هذا العمل وضعنا ملاحظ ما عليها وإن شاء الله سيخرج على أتم وجه ربنا رسالة جيدة بذلت جهدا طيبا الباحثة رجعت لكثير من المصادر تسمت الدراسة بالدقة وشمولية المنهج إذ استقصت الشواهد الشعرية من الشعر الجاهلي في معجمات الألفاظ وحللتها على مستويات مختلفة المستوى الصوتي والمستوى الصرفي والمستوى النحوي والدلالي جاءت من نتائج طيبة تعزز من قيمة الشعر الجاهلي وأثره في بناء المعجم وفي إغناء مادته البحثية والعلمية من محافظة وسط لبرنامج أطاريح ابتسام الصافي عودة مرة أخرى مشاهديك كرام الحديث أكثر عن دراسة الماجستير للباحث علي ياس مرحبا مرة أخرى مرحبا بيك حياك الله أستاذ يوسف أستاذ علي كيف تصف لي الدراسات العليا في العراق وما سبب دفولك للدراسات العليا هي تجربة علم ممكن أقول لابد منها للي كمل دراسة البكالوريوس للي خلص البكالوريوس نعم أنا شخصيا شفت تجربة ممتعة كان تجربة ممتعة رغم كل الصعوبات والمشقة التي رافقتها بالصراحة في مرحب البكالوريوس أنا كنت الأول على دفعتي كنت الأول على 109 طالب وطالبة بعد التخرج بدت الضغوط وبدت الطلبات الكثير من الأساتذة أساتذتنا يعني قالوا حرامات أنه أنت طالب الأول على الدفع ما تقدم ماجستير سنة بعد سنة حقيقة إلى أن يعني اكتملت الفكرة أنه خلص صار لازم أدخل هذا المجال يعني كان هو الدافع الرئيسي تفوقك بالبكالوريوس بالتأكيد بالإضافة إلى هذه الرؤية وهذه النظرة نظرة أساتذتك إليك أنك بالإمكان أن تذهب إلى أبعد من ملحلة البكالوريوس فالحمد لله يعني أنا أول مرة أقدم للدراسات العليا بالمرة الأولى بالمرة الأولى قبلت وأيضا كنت الأول على المقبولين في دفعة الماجستير الخاصة بي نعم توفيق إن شاء الله برأيك اليوم الدراسات العليا هي فقط مادية أم معنوية علمية لا بالتأكيد هي فرصة ثمينة فرصة لا تعوض للتزود المعرفي للتزود العلمي للتزود الثقافي للطالب في مجال اختصاصة وفي مجال الثقافة العامة على وجه عام التجربة كانت ممتعة جدا أنت في مرحلة كتابة الرسالة تطلع على ما لا يقل عن مئة مئة وخمسين ممكن مئتين مرجع علمي في مجال تخصصك وبالتالي تبني ثقافة كلش كبيرة ستساعدك إن قررت أن تكمل في مرحلة الدكتوراه وتكمل منهاجك الأكاديمي أو حتى في حياتك العامة فكرت قبل أن تنقبل بالعراق فكرت أن تدرس خارج العراق لصعوبة الحصول على المقعد الفكرة كانت موجودة لكن كل اللي يطرح مع كل احترام التقدير كل اللي يطرح موضوع الدراسات العليا خارج العراق يطرح من باب السهولة نعم يعني خوض الصعاب رغم كل صعاب لا يخلو من لذة التحدي كان قائم والتحدي كان موجود ربما أنه أنا كنت لأني كنت الأول ومعدل كان ممكن يساعدني كان ممكن يساعدني لكن هو مو الحافز الأساس لذلك كان تحدي وتحدي كبير أنك تدخل تتنافس مع 120 أو 130 طالب وطالب مقدمين للماجستير على مقعدين أنا أتحدث عن القبول العام كان تحدي كليش كبير الظروف كانت صعبة لكن الحمد لله قدرت أتجاوز هذا الموضوع بأسباب كثيرة لا يمكن أن أخفي دعم الأهل دعم الأساتذة دعم المحبين المقربين ربما كان حافز كبير أنه أواصل والحمد لله ليش ممكن تفضل الدراسة داخل العراق عن الدراسة خارج العراق والماجستير أنا بصراحة ربما أنظر إلى الدراسة خارج العراق أن الآخر ينظر علمي خليني أقول لك المنظور العام أنك تذهب للدراسة خارج العراق المتلقي خارج العراق يعني يخلي الجانب المادي أولا الجانب المادي للكلية للجامعة التي أنت رايح لها أنا أتحدث عن داخل العراق إذا تحدث عن كلية الإعلام الجامعة العراقية الدراسة رصينة جداً كانت في مرحلة البكالوريوس أساتذتنا على مستوى عالي عندنا أكثر من أستاذ حصل على مرتبة الأستاذية فنسبة الاستفادة نسبة التعلم أكثر بالتأكيد في داخل العراق لذلك أنا فضلت داخل العراق على خارج العراق في مرحلة الماجستية يعني برأيك أنه اختلاف بالمستوى العلمي؟ بالتأكيد بالتأكيد المستوى العلمي لأساتذتنا في داخل العراق يشهد له القاسي والداني أتحدث عن أساتذة الإعلام بصورة عامة أتحدث عن الأساتذة العراقين بصورة عامة ومن ثم أساتذة الإعلام وعلى وجه الخصوص أساتذتنا الأفاضل اللي أوجه لهم كل التحية من خلالك أساتذة كلية الإعلام الجامعة العراقية كل التحايا إلهم إن شاء الله واجه الصعوبة بقبولك بالماجستير ربما الصعوبة كانت في المرحلة اللي تسبق الامتحان التنافسي نعم يعني أنا حجزت نفسي حوالي أربعة أشهر بالضبط أربعة أشهر أو خمسة أشهر حتى أتهيئ لهذا الموضوع كما قلت لك أنا في وقتها أكثر من مئة وعشرين طالب وطالبة كانوا مقدمين كانت الجميع يتنافس حول مقعدين في القبول العام كنت محمل بمسؤولية إضافية هي نظرة الأساتذة ونظرة المقربين إلك أنك كنت من الطلبة المتميزين في مرحلة البكالوريوس وبالتالي هذا التميز يجب أن يكون له امتداد في مرحلة الماجستير الحمد لله يعني مشت الأمور يعني مشينا في هذا الجانب اختصاصك كان اختياري في كلية الإعلام في كلية الإعلام طبعا أنا خريج كلية الإعلام قسم الصحافة نعم وفي مرحلة الماجستير أيضا اختصاصي كان صحافة نعم كيف كانت السنة التحضيرية أنا أتذكر أستاذنا الكبير الأستاذ محمد أحمد الزوبعي كان مقرر الدراسات العليا لما أجينا في أول جلسة اجتماع بالدراسات العليا قال قال عينوني على نفسكم أول أسبوعين وأنا أعينكم بالباقي الأسبوعين الأولى كانت صعبة جدا 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 أنت طالب جديد الوضع جديد تعامل الأساتذة كان جديد يعني كنا نصل الليل بالنهار ونتمنى أنه هناك وقت إضافي فوق الـ 24 ساعة حتى ممكن نلحق على طلبات الأساتذة على الفيبرات على بقية الأمور التي تخص السنة التحضيرية أخذنا تقريبا شهر أو شهر ونص تقريبا إلى أن استقرت الأوضاع وتكيفنا مع الوضع الجديد نعم أكثر مرحلة مريت فيها بصعوبة في التحضيرية أي مرحلة كانت؟ هي مرحلتين البداية كانت صعبة بصراحة ومرحلة امتحانات الكورس الأول كانت جدا صعبة علي من حيث تم تأجيل الامتحانات أكثر من مرة أوضاع كورونا ومن ثم إصابتي بهذا الوباء في بداية الامتحانات يعني أنا امتحنت ثلاث مواد وأني مصاب وامتحنت أربع مواد أخرى في طور التشافي كانت المرحلة صعبة جدا علي لكن يعني الحمد لله أستاذ علي بعض الطلاب يمر بمرحلة في السنة التحضيرية يعني ينهي علاقته بدراسات العلوم بسبب الضغط مريت في هذه المرحلة؟ لا أبدا أنا أعشق التحديات بصراحة كان تحدي كبير أنك تواصل وأنك تستمر في ظرف كل هذه الصعوبات الموجودة والتي لا تخلو من لذة للأمانة من جانب آخر أنا لا فكرت بهذا الموضوع أبدا ربما الأهل الأولاد في البيت تحملوا مسؤولية كل الشبيرة أنني انقطعت عنهم تماما تفرغت للدراسة لكن لا فكرت بالانقطاع أبدا الفرق بين الدراسة الأولية والدراسات العليا بالتحضيرية كيف كان الفرق؟ الدراسات الأولية يعني كانت حتى طريقة الأساتذة أنه أكو مادة مقررة فيجي الأستاذ يشرح المادة المقررة وأنت من بعده يكون عليك عبء أنك تحفظ هذه المادة أنك تفهم هذه المادة في الدراسات العليا الأستاذ ما كان يشرح لنا المادة أستاذ يطينا خطوط عريضة وينطينا المجال أن نبحث أكثر يطينا المجال أن نبحث أكثر عن هذه المادة الاعتماد عليك كان بنسبة 80% أو أكثر من 80% في مرحلة الماجستير على العكس من مرحلة البكالوريوس أستاذ علي كيف كان اختيارك العنوان؟ نتحدث بهذا الموضوع بعد أن نشاهد هذا التقرير نشاهد الكرام نشاهد هذا التقرير وبعدها لنا عودة على قاعة العلوم التطبيقية في جامعة سامراء نوقشت رسالة الماجستير للطالب إحسان حسين والتي تحمل عنوان تأثيرات بعض المستخلصات الحشرية على البكترية المعزولة من الجروح ومقارنتها بالمضادات الحيوية البحث يعتبر من البحوث الرائدة في مجال المكافحة في مجال الانتي ميكروبيل البيبتايز وهذه المواد كلية موجودة في الحشرات وهذه المواد هي عبارة عن محاولة محاولة لقضاء على البكترية وباقي الميكروبات باستخدام أسلوب المضادات الحيوية حقيقة أن الطالب تقدم بنتائج كل مهمة كانت تصب في مصلحة استخدام بدائل عن المضادات الحيوية البدائل أعطت نتائج حقيقية جيدة جدا بالمقارنة مع المضادات الحيوية الأساتذة المناقشون أثنوا على أهمية الرسالة في استخلاص المواد الطبيعية وإيجاد البدائل للمضادات الحيوية والتي تكون أقل كلفة وأكثر أمانا في الاستخدام المستخلصات طبعا هي مستخلصات طبيعية من حشرات أما من ناحية الأمان أو الآثار الجانبية طبعا تكون سليمة يعني إدامة الثبط يعني ما تأثر الكيميائية هي تفيد وتأثر بينما يعني بها أثار جانبية أما منها هي تكون سليمة تكمن أهمية هذه الرسالة في تجديد وعادة الاهتمام لإستخدام البدائل الطبيعية والتي استخدمت منذ آلاف السنين للعراقية العامة حامد السامرائي صلاح الدين عودة مرة أخرى مشاهدين الكرام للفصل الآخر ببرنامج لهذا اليوم مع الأستاذ علي ياس مرحبا مرة أخرى مرحبا بك أستاذ يوسف أستاذ علي كيف كان اختيارك للعنوان؟ وهو من اختيارك أم اختيار اللجنة؟ نعم مرحلة اختيار العنوان هي مرحلة مهمة جدا ما أخفيك من أيام الدراسة التحضيرية كانت عندنا مادة الإعلام التفاعلي ومن خلالها مادة التربية الإعلامية اللي أيضا أنتز الفرصة أوجه التحية والتقدير والشكر والامتنان الأستاذ العظيمة لبروفيسور دكتور وفاق حافظ مادة التربية الإعلامية مادة مهمة جدا كنت أتمنى أن أكتب عن التربية الإعلامية وحاولت وبالبداية كانت النية فعلا أن نكتب للتربية الإعلامية لكن العينات ما كانت متوفرة فاضطرين نتجه من التربية الإعلامية أن نختار عنوان آخر يتحدث عن الخطاب الدعائي الأمريكي عبر المواقع الإلكترونية إزاء الانسحاب من أفغانستان الدعاية ربما هي اهتمامي ثاني بعد موضوع الإعلام التفاعلي بعد موضوع التربية الإعلامية باختيار عنوان مشترك بينك وبين المرشد أو المشرف بالتأكيد الفضل الكبير باختيار عنوان كان لأستاذي ومشرفتي استغرقنا حوالي شهرين حتى نستقر على هذا العنوان والحمد لله هذا العنوان أقرتها اللجنة وبالتالي مشى يعني مضى ويانا إلى نهاية طلعت على دراسة السابقة بالتأكيد بالتأكيد يعني هي نصيحة ربما لا يمكن أن تمضي في عنوان وأنت غير مطلع على العينة أولا وعلى الدراسات السابقة القريبة أو المرتبطة بهذا العنوان نعم أستاذ علي كيف كان تحليل مضمون أم استبانة؟ لا لا تحليل مضمون ومن ضمن تحليل مضمون اختارينا ثلاث أدوات لتحليل الخطاب الدعائي رأيك من الأهم تحليل مضمون أم الاستبانة؟ ومن الأدق بالنتاج؟ هذا الموضوع ربما يفرض طبيعة العنوان اللي حضرتك راح تختاره يعني أكو عنوين لا يمكن معها أن تستخدم الاستبانة وهناك عنوين لا يمكن معها القبل بتحليل مضمون لكن أغلب الأساتذة يفضل تحليل مضمون لدقة النتاج بالتأكيد لكن مع ذلك أكو عنوين ما ممكن معها تحليل مضمون لا توفر العينة لتحليل مضمون المنهجين علمية والمنهجين محترمة والمنهجين مقدرة أنا أعتقد أن العنوان اللي تختاره هو يحدد مسارك إذا كان تحليل مضمون أو كان استباري كيف غامرت ودخلت بالكتابة؟ الكتابة والبحث شيء مختلف عن السنة التحضيرية تماما كيف كنت في هذا الوضع؟ أنا بصراحة أمتلك قدرة جيدة على الكتابة قبل الولوج في عالم الدراسات العليا وأثناء المرحلة التحضيرية صُقلت هذه المهارة من خلال العديد من المواد منها مادة إدارة المؤسسات الإعلامية شخصيا لم أواجه صعوبة أبدا في مرحلة كتابة البحث مضت الكتابة سواء نتحدث عن الإطار النظري أو الإطار العملي للدراسة والحمد لله نعم الأهم هو الفسط العملي كيف كان الفسط العملي؟ متعب؟ هو متعب من حيث جمع العينة ومن ثم توزيحها كانت عندنا أيام وكانت عندنا شهور وما إلى ذلك مع هذا التعب كانت هناك لذة تدفعك إلى أن تواصل هذه تكمن في تعليقاتك في جهدك اللي يكون واضح في الدراسة العملية أكثر منها في الإطار النظري واللي أكد عليها كل أساتذتنا أن شخصيتك تبرز في الجانب العملي من الرسالة لذلك مع حجم التعب اللي يعني كنا نشعر به كانت هناك فرصة متاحة أن نبرز شخصيتنا من خلال آراءنا اللي ممكن نعلق بيها على الإطار العملي أستاذ العلي ما هي العينة والفترة المحددة للعينة اللي أخذتها؟ العينة كانت مواقع إليكترونية نعم أحنا أخذنا الموقع الإليكتروني لقناة الحرة نعم وأخذنا الموقع الإليكتروني لقناة CNN وكل الموقعين أمريكية على أساس أنه هذا بجانب الصحافة بالتأكيد نتحدث عن خطاب دعائي أمريكي الحدود الزمنية تم اختيارها من 1.5.2021 إلى 31.8.2021 عطفاً على تصريحات الرئيس الأمريكي بايدن اللي أكد أن الانسحاب الأمريكي من أفغانستان سيبدأ في الأول من شهر أيار وسينتهي في الـ 31 من شهر آر نعم خرجت بنتائج بالتأكيد بالتأكيد كانت هناك نتائج وكانت هناك استنتاجات تمخضت عن هذه النتائج ما هي النتائج وما هي الاستنتاجات؟ النتائج هي بصورة عامة شرح لما قمت بيه بالجانب العملي تفسير للجداول في الجانب العملي لكن الاستنتاجات كانت عديدة كان من أبرزها أبرز الاستنتاجات اللي وصلنا لها أن النظام الإعلامي الأمريكي رغم كل الشعارات اللي يرفعها فهو شعارات المهنية والموضوعية فهو ينحاز أولاً وآخيراً إلى السياسة العامة الأمريكية يجد نفسه غطاء لهذه السياسة العامة الأمريكية هذا ما تبين واضحاً في تعامل الإعلام الأمريكي على اختلاف توجهاته مع موضوع الانسحاب الأمريكي من أفغانستان أستاذ علي مع أمضت أن الرسالة أو الأطروحة في الدراسات العليا لم يعمل بها بعد التوصيات وتركها في المكتبات هذا يعتمد بالدرجة الأولى على قيمة الطلبة اللي ممكن يتعاملون بهذه الرسالة يعني أنا بالنسبة لي يمكن في داخل العراق وخارج العراق كانت هناك عملية بحث واسعة للحصول على المراجع بعض أساتذتنا يختلف من باب تسميتها بالمقترحات أو تسميتها بالتوصيات هي أولاً وأخيراً تترك لمن سيأتي من بعدك بالتأكيد وإن كان العديد من المؤسسات لا يأخذ بهذه التوصيات وهذا خلل واضح على أساس أن هذه التوصيات هي نتاج عمل وجهد مشترك بين الباحث وبين الأستاذ ينبغي الانتباه إلها إلا أنه أنا أعتقد أن تعامل الطلبة مع هذه التوصيات أو هذه المقترحات هو أكثر جدية من تعامل المؤسسات الحكومية أو حتى وسائل الإعلام مع ما يخرج به الطالب لنتاج هذا الجهد أستاذ علي بهذا البحث العلمي استعانيته بمصادر أجنبية؟ بالتأكيد في موضوع المصادر خليني ألفت إلى موضوع جزئية كل مهمة بعض الطلبة يضع في نظرة عدد معين من المصادر يجب الوصول إليه أنا أتمنى أن لا يتم الانتباه إلى العدد بقدر ما يتم الانتباه إلى الكم المصادر الأجنبية استعانيت بعشر مصادر أجنبية بالإضافة إلى حوالي 220 مرجع باللغة العربية المراجع الأجنبية بالتأكيد كانت تقوية وكانت إضافة للرسالة ولا بد منها بعض أساتذتنا يرى أنك لا بد أن تستعين بعدد من المراجع الأجنبية قل عددها أو كثر لو تحدثنا مع الأستاذ علي الباحث في الماجستير في الإعلام قسم الصحافة ماذا يميز هذه الرسالة العلمية؟ ما يميز هذه الرسالة العلمية هو حداثة موضوحها أولاً في وقتها كنا نتحدث عن انسحاب أمريكي من أفغانستان وتداعياته التي ربما تمتد شرقاً وغرباً وتأثيرات هذه التداعيات على الوضع في أفغانستان وعلى جيران أفغانستان وعلى الإقليم بصورة عامة هذا الجانب جانب الآخر الخطاب الدعائي الأمريكي مهم جداً ومن المهم التعرف على الأساليب الدعائية التي يعمد لها الخطاب الدعائي الأمريكي ومن المياسة الإعلامية الأمريكية خطاب الولايات المتحدة أيام الحروب وأيام الأزمات وغيرها هذا أبرز ما يميز البحث عازم على الدكتوراه إن شاء الله؟ إن شاء الله يعني بالقريب العاجل وأيضاً العديد من الدعوات من أساتذتنا من المقربين أنك قطعت شوط كبير في مرحلة الماجستير وحصلت على تقدير جيد في الرسالة ككل كان التقدير امتياز وكانت الدرجة 93 فمن الواجب عليك أن تكمل هذه المسيرة ووصولي للدكتوراه وإن شاء الله يعني عن قريب أدخل في هذا المجال إن شاء الله السؤال أشبه بالاستفتاء في كل حلقة مع أم ضد تكون الدراسة فقط بحثية بالعراق للدكتوراه بالتأكيد أنا مع هذا الرأي وهو معمول به حالياً بالنسبة للأساتذة اللي حصلوا على مرتبة الأستاذية اللي عندهم ماجستير فوزارة التعليم العالي خصصت أن الدراسة البحثية في الداخل يعني لهذه الشريحة أنا مع أن يتم توسعة هذا الموضوع على أساس أنك في مرحلة الماجستير هو يئت تماماً للكتابة ومررت بمرحلة كتابة وبالتالي أنت مؤهل الآن للكتابة في مرحلة الدكتوراه بالتعاون مع مشرفك وأستاذك أنا أميل جداً إلى هذا وأتمنى من خلال برنامجكم المسؤولين في وزارة التعليم العالي الانتباه إلى هذا الموضوع الدراسة البحثية يعني الدكتوراه البحثية أنا أجدها يعني مطلب وضرورة داخل عراق شكراً أستاذ علي شكراً جزيلاً إليك وشكراً جزيلاً للكادر والمشاهدين الكرام كل التوفيق إن شاء الله شكراً جزيلاً نعم مشاهديك كرام وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم انتظرونا بحلقة أخرى من برنامج أطاري موسيقى موسيقى موسيقى